بذكر بقى التنظيم ومحاولات الضبط وضبط الأداء في اليومين اللي فاتوا كمان كان فيه مش قادر أقول إنه عدد كبير من الجرائم لكن يمكن دي طبيعة الحياة أنه الجرائم موجودة طول الوقت يمكن لما بتتصدر لنا ولما بتوصل لنا وبالطريقة اللي بتوصل لنا بيها تخلينا نحس بكثافتها وكثرتها أو تخلينا نحس بأنها محدش فينا هيقدر يعتاد الجرائم لكن على الأقل هيعرفنا في المعدلات الطبيعية الشر اللي موجود في الحياة يعني إحنا مش عايشين في المدينة الفاضلة لكن يفضل الدور طول الوقت على من ينقل إليك الخبر وكان دايماً المتهم الأول في من ينقل الخبر كان دايماً الإعلام أو الصحافة بكل أشكالها يعني فالحقيقة إنه الجزء اللي يخص الإعلام والصحافة فيه مجهودات كتيرة جداً لكن فيه طرف تالت بقى في المعدلة نقل الخبر وهو حضرتك صحافة المواطن أنا بنقل إيه وأنا بشارك أخبار إيه وأنا بتكلم قد إيه أخبار وبنشر قد إيه أخبار سلبية وأخبار عن جرائم وعن عنف وزي أنا كمان جزء من صناعة رعب لكن خلينا نشوف بقى الجزء الرسمي الذي يمكن تنظيمه بيحصل فيه مجهودات شكلها إيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر بيان أكد فيه على ضرورة الالتزام بدوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الوردة في الأكواد الإعلامية الأكواد دي منشورة في الجريدة الرسمية من بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات البند المهم جداً عدم بث تفاصيل يمكن أن تؤثر على سير العدالة عدم النقل عن المصادر المجهلة إحنا بنقول شوية حاجات بس نفكر بعضنا بيها التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره مراعاة واحترام الحق في الخصوصية حرمة الحياة الخاصة يا زملاء يا أعزاء صور البيوت وقوض النوم والناس اللي بتروح تصور في أماكن غريبة مع أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين دي كلها مش من ضمن الأكواد أو الأعراف الإعلامية أيضاً الحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والعرض بما لها من خصوصية أيضاً احترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى أنا صدقوني كل جملة من دول ومشكوراً المجلس على الإعلام إنهم بفكرنا بيها وإحنا بنقراها دلوقتي قادرة أسترجع عكسها تماماً إنه بيحصل وحصل وبيمارس للأسف بشكل فج جداً وعنيف ونتمنى إنه القرار بقى اللي قاله المجلس الأعلى للإعلام إنه يفعل بجد المجلس قال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون وبشأن حالات خرق الضوابط والمعايير يعني إيه بقى؟ يعني المفروض ودي حاجة بالمناسبة مهمة جداً إنه إذا حتى قلنا إنه طب ما صحافة المواطن طب ما المواطن بيصور طب ما المواطن الصورة القبيحة يعني الأم المكلومة اللي بتبكي على عبر بنتها والمواطنين عمان يصور ما يعمل كده لو الناس هتعمل كده تفضل الصحافة منزهة عندها يفضل الإعلام منزهة عندها يفضل في مجموعة قليلة بتقدم الخبر بس بشكل تاني أو طريقة تانية الفكرة بتاعة السبق، صدقوني السبق والمشاهدة والمتابعة بتحصل من الاحترام ينفع جداً إنه الناس تحترمنا فتشوفنا مش لازم أبداً إنها تشوف عندنا مصيبة أو حاجة حصلة كل اللي تقال ده أعتقد إنه محتاجين كلنا إعادة تانية للتفعيل مش بس مش عايز أقول كده ما يصحش يعني لكن تفعيل إجراءات واضحة وحاسمة في شأن التغطية الإعلامية لكثير من الجراء التحديدة ترجمة نانسي قنقر